ردود الأفعال الناس منقسمة على السوشيال ميديا جماهير الزمالك فرحانة لغرامة كهرباء وحقها تفرح وجماهير الأهلي فرحانة لعدم إدانة النادي الأهلي وعدم إيقاف كهرباء وبيعتبروا أن العقوبة فانكوش جمهور النادي الأهلي بكلمك على جمهور النادي الأهلي مش علي أنا أنا شايف أنها عقوبة طبعا لكن هيطعم فيها فانكوش ليه بالنسبة للنادي الأهلي لأنه لسه باقي الطعن فيها ولسه باقي الله وسط محمد ده من المحكمة الرياضية لكن الزمالك كسب هنا حتة مهمة الإقرار أن كهرباء فسخ عقد والإقرار أن عقده كان سليم مع كهرباء والإقرار بأن توسيق العقد كان سليم هنا هنا الحكم عنوان الحقيقة فكهرباء لأ فسخ عقده مع الزمال والزمال يكله حق في الجزء دي لكن الزمالك خسر أنه متحكملهش بالتسعة مليون دولار خسر عدم إدانة النادي الأهلي خسر عدم إقاف كهرباء يعني المحكمة قدرت بعض الظروف التي مر بها كهرباء في هذا الأمر أيوة قدرت أيوة قدرت الظروف ما لو ما قدرتش الظروف كانت تددت كهرباء حكم غليص بالإقاف لكن هي قدرت اللي مر بكهرباء فعشان كده عملت غرامة مليئة عالمين على كهرباء ونادي إفيس البرتغالي مناصفة اللي اتنين يدفعوا لا أنا لسه راحي منهم مش زعلان هزعل ليه أنا مفيش حاجة تزعل عني في الأمور الكروية والرياضية هزعل ليه وديق ليه إيه اللي يزعلني يعني مفيش حاجة تزعل اتحاد الكورى هو تقالك لسنا طرفا في قضية كهرباء وأنا بيني وبينكو تواصلت مع مسؤول في اتحاد الكورى قال لي ما جنناش سيسي لإن إحنا مش طرف في الأزمة وإن إحنا ملناش علاقة بالموضوع يبقى لنا علاقة لو فيه قرار بإقاف كهرباء يبقى موضوع كهرباء الذي ملأ الدنيا درجيجا وقامت الدنيا من أجله وخرق اللاعب عقده مع نادي الزمالك هنا أصبح الناس اللي قالوا إن العقد لا إله إلا الله فيه ناس بعملها تحلل يقولك لو العقد السليم كانت توقف هنا خرق العقد معناها إن العقد سليم خرق العقد معناها إن العقد سليم لو العقد من السليم ما كانش توقف ما كانش يتعطع عليه غرامة لازم يا بيه تبقى أنت السيد فرج ده عند تنطي يا روحي عند تنطي مامتك يا حبيبي ماشي العقد سليم والعقوبة أنا شايفها إن فيها تقدير من المحكمة لللاعب يعني لو المحكمة شايفة إن في يعني يعني العقوبة أنا شايفها بسيطة 2 مليون دولار قهربة ده لما تيجي تبيعه النهاردة وهو عندك ولا 5 مليون دولار ما تيجي ده لو جت تعيره لأي نادي مش قالي من 1.5 مليون دولار أو 2 مليون دولار لمدة سنة زي ما حصل في الخليج أهلا بكل أهلي وبلديات وحبيبي اللي بيتابعون ليه الشرف منورني منورني فاللهما صالح على سيدنا النبي الفيفا طلب للطلاع على التحاية والأوراة التي تمت بعرفة اتحاد الكرة قبل كده يعني عشان توصيق العقب والتحاد الكرة في أجازة اليوم الجمعة والحكم صدر للأندية قبل اتحاد الكرة ووصل للأهل والزمال جؤيفيسي البرتغال ولما يصل للأتحاد الكرة منحق قهربة تظلم ضد القرار خلال 45 يوم من تاريخ إصدار العقوب خلاص يا بيه هيتظلم واللي تقول المحكمة الرياضية تعظيم سلام والحكم عنوان الحقيقة وحق نادي الزمالك فيه الغرامة زي ما قال للأتحاد الدولة الكرة القاتل لكن مفيش حاجة يعني الزمالك ترفضلو يا جماعة طلبات مهمة جدا أهم طلب للزمالك هو إدانة الناد الأهلي اترافض وتم التأكيد على سلامة موقف الأهلي وإجراءاته وده لأن لو تم إدانة الناد الأهلي كان يما قال بقى فوق يا محمود لكن المحكمة الرياضية اللي تحدد قالوا كرة القدم رفض إدانة الناد الأهلي رفض التسع مليون دولار رفض إقاف اللاعب دول تلات حاجات مهمة جدا طب نتعرف على رد فعل الكهرباء عارفين أنه هيطعنو قالوا أنه هيطعنو لكن عمل بيان هو الآت بعد صدور القرار وبعد التواصل مع محامية الدفاع في قضياتي ضد ناد الزمال والتي طلبة من خلال الناد بتعود تسع مليون دولار مع طلب معاقبة المدة ستة أشهر ومعاقبة الناد الأهلي والناد البرتوالي صدر القرار فقط بتعود مالي قدره 2 مليون دولار بالتضامن مع الناد البرتوالي لنادي الزمالك ورفض جميع الطلبات الأخرى ورغم محابات البعض مع نادي الزمالك حتى تقع معاقبتي إلا أنه والحمد لله لم أعاقب وهذا هو يزبط صحة موقفه أما بالنسبة لغرامة المالية فسيقع الطعن فيه أمام محكمة التحكيم الرياضي في لوزان وإلغاءها بإذن الله ده بيان كهرباء يعني كهرباء يعني مع محاميه قال كده قال إن صدر الحكم وإن الزمالك ترفض له 9 مليون دولار وترفض إقافي 6 شهور والقر صدر بتعود مالي بالتضامن مع النادي البرتوالي الكلام اللي أنا بقوله لمحدث ذكر بالتضامن مع النادي البرتوالي العقوبة مناصفة مع نادي إيفيس البرتوالي ورغم محابات البعض مع نادي الزمالك حتى تقع معاقبتي إلا أنني هنا أصدف محابات البعض بيشير لاتحاد الكور اللي قال إن الحكم قال إن العقد موسق يعني هو هنا أصدف على اتحاد الكورة اللي قال إن العقد موسق والعقوبة هنا يعني بسيطة يعني أنت بتتكلم فيه عقوبة مالية هو هيطعم فيه الأهل كسب أنا بأكد تاني الأهل كسب عدم الإقاف الأهل كسب عدم إيدانته كهرباء كسب عدم مواقبته بتسعة مليون دولار اللي هو طلبه من نادي الزمالك الطلب اتنين مليون دولار مناصفة مع النادي نادي الزمالك لما أعاره أنا بس ما عنديش الأرقام بس كان بيعيره بأرقام خيالية لي لنادي أهل جد التحق جد سوريا فكهرباء لم يتم إيقافه ست شهور ولم يتم دفع التسعة مليون دولار ولم يتم إيدانة النادي الأهل يبقى كده الزمالك يعني خسر في القضية السلامة إيه تعود مالي بسيط بهذا الشكل وده الكلام اللي إحنا كنا بنقوله من الأول أهو كان هناك الأستاذ وليد ابتوك اللي بيقولك 2 مليون و300 ألف دولار الإعارة التانية للتحاد جد 2 مليون و300 ألف دولار في سنة لا الزمالك خسر والزمالك خسر ليه بسبب سوق معاملة رئيس النادي وأنجاله واعتدقوا على كهرباء بالضرب أمام اللاعبين القدامة في اليوم المشهود اللي كان في نادي الزمالك تلاعب راح أتدعم الفرقة قبل أحد المباراة المهمة ورئيس النادي الزمالك تطول بالسبة على كهرباء وعلى والدته رد عليه بهدله مش عارف إيه رئيس النادي الزمالك اعتدى عليه الواد رد عليه دخل أيمن حافظ اعتد عليه وقال له هتهولي المكتبة بمده والكلام ده كله فهنا الزمالك خسر بسبب تطاول رئيس النادي الزمالك على كهرباء يعني أنا شايف إن فيه إهدار مالعام تعرض له نادي الزمالك برحيل كهرباء اللاعب لو عندك كان أعير في الأعراض تاني بـ 2 مليون و 300 ألف دولار سيبونا من الفلوس اللي اتدفعت للناس عمولات وصمصارة واللي عنده كهرباء وصائق بيها وفيديوهات بيها فأنت هنا الزمالك خسر كل ده خسر عدم إدانة الأهل 9 مليون دولار إقاف اللعب 6 شهور منع الأهل من القد فترتين قيد خد إيه خد 2 مليون دولار هياخدهم لا ده لزه فيه طعن في المحكمة الرداد الدولية يبقى هنا خسارة كهرباء يتحمل مسؤولياتها رئيس نادي الزمالك يتحمل المسؤولية رئيس نادي الزمالك اللي عاوز بقى اللي عاوز أنا بتكلم بكل أمانة اللي يزعل يزعل اللي عاوز يطلع يقول إن ده انتصار لنادي الزمالك ظالم لأنك أنت هنا خسرت وخسرت بسبب سوء المعاملة مع اللاعب وخسرت بسبب عدم احترام ومعودك مع اللاعب بتعديل عقده وخسرت بسبب إن كان في خلاف غيرة من ابنك مع اللاعب وخلاف من أيام الإعارات للتحق جدة والعملات اللي دفعت لبعض الوكلاء والناس اللي هما دخلوا في الموضوع اللي عاوز بقى يشوف إن ده انتصار للزمالك انتصار في مبلغ مالي ده كان ده في السنة جاب لك ديمليون و300 ألف دولار في سنة واحد في سنة واحد في سنة واحد الحكم اللي أجل الحكم كان في أغسطس وكهرباء قدم طلب إنه يأجل الحكم الحكم ما تأجلش اللي عاوز يعتبر انتصار للزمالك انت حر يا حبيب ما عندش مشكلة انت حر في نفسك وفي عقليتك انت حر في نفسك وفي عقليتك انت حر في نفسك وفي عقليتك لكن أنا بقولك بأمانة إنك إنت هناك يا زمالك خسرت إعارته قد بدين مليون و300 ألف دولار لمدة موسي انت هتاخد اتنين مليون دولار ده بفرض إنك خدتوهم طيب إحنا لو كنا مؤدبين ومحترمين ومتعامل بروقي وتحضر مع اللعب وبأخلاقيات وما نغلطش فيه يبقى إيه اللي يحصل ما كانش هرب ما كانش الزمال خسر ماديا لكن الأفقين والمنافقين سيصورون تلك العقوبة المالية المؤقتة على إنها انتصار أنا بقولك أثبتت إنه أخلي بعقد لكن مش انتصار لإن اللعب ده لو عندك ب2 مليون دولار و300 ألف إعارة في السنة يعني لما تعيروا خمس سنين مش تبيعوا بتتكلم في إيه بتتكلم في إيه بتتكلم في 11 مليون ونص دولار بسعرك أنت اللي قعرته بيه وشطرتك أنت يا سيد إنك قعرته بيه بذرق كمان كان انتصار الزمالك الحقيقي إقاف كهربة وإيدانة الأهل وهذا لم يتحقق إقاف كهربة وإيدانة الأهل إنه تحايل وإنه حرّض وإقافه مرتين فترتين قيم فده ما حصلش ده ما حصلش يعني ده ما حصلش فالحكم عنوان الحقيقي المحكمة رفضت ادعاءات الزمالك وطلباته 9 مليون دولار غرامة اللاعب إيدانة الناد الأهلي إقاف اللاعب ستوش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر